بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وأكرمنا بنبيه المصطفى الأمين وجعلنا خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إخواني الكرام وأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سنكون معا بإذن الله تعالى في تدريس هذا المقرر وهو مقرر الثقافة الإسلامية ثلاثة فحياكم الله جميعا في هذا اللقاء وهو اللقاء الأول من لقاءات هذا المقرر فأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير أيها الإخوة والأخوات سيكون هذا اللقاء والذي يليه بإذن الله تعالى تمهيدا للمقرر وتعريفا به حيث سأتحدث فيهما عن تعريف الثقافة الإسلامية ومصادرها وخصائصها وعن أهداف المقرر العامة وأهمية تدريسه كما سأعرض لكم في نهاية اللقاء الثاني إن شاء الله تعالى عرضا إجمالية عن أبرز الموضوعات التي سندرسها فيه وسأبدأ الحديث في هذا اللقاء بتعريف الثقافة الإسلامية ومصادرها وخصائصها فأقول ومن الله أستمد العون والتوفيق أولا تعريف الثقافة الإسلامية أصل الثقافة في اللغة مأخوذ من الفعل ثقفة أو ثقفة وقد استعمله العرب لعدة معاني منها الإدراك والأخذ والظفر والفطنة والفاهم والتهديب والتأديب وغيرها أما في الاصطلاح فقد تباينت آراء العلماء المعاصرين في معنى الثقافة الإسلامية وذلك لأن علم الثقافة الإسلامية علم جديد لم يعرف من قبل أوجدته الأحداث والمستجدات والتحديات المعاصرة للعالم الإسلامي ومن أبرز ما قيل فيها من التعريفات أنها عبارة عن العقائد والأفكار والأحكام والتشريعات والآداب والأخلاق التي تتفق مع الشريعة الإسلامية وتهيمن هيمنة كاملة على حياة الإنسان المسلم وبالتالي يتبين لنا الفرق بين الثقافة الإسلامية وغيرها من الثقافات فالثقافة الإسلامية تستمد كيانها من الإسلام متمثلا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بينما تقوم الثقافة الغربية على استمداد مصادرها من القوانين الوضعية والديانات المحرفة والعادات والتقاليد المختلفة والمتنوعة أما عن مصادر الثقافة الإسلامية فللثقافة الإسلامية مصادر وموارد رصينة ومستقلة تستقي منها المعارف والعلوم وأعني بالمصادر تلك الأصول التي تستمد منها ثقافتنا الإسلامية أفكارها ومعارفها وأهم هذه المصادر ما يأتي أولا القرآن الكريم وهو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي بعامة والثقافة الإسلامية على وجه الخصوص فقد صبغ حياة الناس كلهم في المجتمع الإسلامي بأحكامه التشريعية التي تناولت شؤون الحياة كلها قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء المصدر الثاني السنة النبوية وهي الشارحة والمبينة والمفصلة للمصدر الأول وهو القرآن الكريم قال الله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا أما المصدر الثالثة هو الإجماع وإذا انعقد الإجماع على مسألة كان دليلا شرعيا قطعيا ملزما لا تجوز مخالفته أو نقضه قال الله تعالى وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا فإجماع العلماء أثر الثقافة الإسلامية في جميع ميادينها وأكسبها مصدرا جديدا المصدر الرابع القياس وهو مصدر من مصادر الأحكام في الشريعة الإسلامية وذلك لأنه لا يمكن النص على كل حادثة بعينها فالحوادث كثيرة وغير متناهية الأصل الخامس أو المصدر الخامس ما وصل إلينا عن سلف الأمة الصالح من إجماع وقياس واشتهاد في شتى العلوم والمعارف من فقه وحديث وتفسير وعقيدة وما جاء عن اللغويين والنحاة وأهل البلاغة والبيان وما جمعه المؤرخون من سير وأخبار وما خلفه المسلمون من حضارات وعلوم ومعارف أما عن خصائص الثقافة الإسلامية فللثقافة الإسلامية خصائص تمتاز بها دون غيرها من الثقافات الأخرى جعلتها ذات شخصية مستقلة متفردة وأهم هذه الخصائص ما يلي أولا أنها ربانية المصدر لأنها منسوبة إلى الله تعالى بمعنى أن مصدرها الرئيس هو الشريعة الإسلامية المتمثلة في الكتاب والسنة ولهذا فإن الثقافة الإسلامية كما قلت سابقا تختلف عن غيرها من الثقافات الأخرى التي قامت على أسس وقواعد وقوانين بشرية ناقصة وقاصرة إن الثقافة الإسلامية بارتكازها على العقيدة الإسلامية ليست من وضع البشر البشر المنساق بطبيعته البشرية إلى الضعف والنقص والمنفع والعصبية والطبقية بل إن إن بثاقها عن المنهج الإلهي يعطيها مطلق الثقة الكاملة ويجعلها موضع الإيمان والتسليم وإن هذا المصدر الرباني يتسم بسمة الخلود والصدق والصحة لماذا؟ لأن الكتب السماوية الأخرى قد دخلها التحريف وأدخل عليها شروح وتفسيرات وتصورات وزيادات ومعلومات بشرية أدمجت في صلبها فبدلت طبيعتها الربانية وبقي الإسلام وحده محفوظ الأصل قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون الخاصية الأخرى وهي من أبرز خصائص الثقافة الإسلامية أنها عالمية لأنها تدعو إلى وحدة الإنسانية التي تذوب فيها الفوارق القومية والعرقية وتتلاشى فيها الفواصل البشرية فلا تفاضل بين البشرية في المجتمع المسلم إلا بالتقوى كما قال الباري جل في علاه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم من خصائص الثقافة الإسلامية الشمولية وذلك لأنها شاملة لجميع جوانب الحياة قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين أيضا من خصائص الثقافة الإسلامية الوسطية والاعتدال وذلك في نظرتها للفرد والمجتمع وفي فهمها للواقع ومتطلباته فلا إفراط فيها ولا تفريط وذلك لأن الثقافة الإسلامية ربانية موحى بها من الله تعالى وهو اللطيف الخبير بما يصلح ويناسب عباده قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولأن مصدرها أيضا كما ذكرنا سابقا القرآن الكريم الذي يهدي لأقوام الطرق وأوضح السبل قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فسيمة الإسلام الأساسية هي التوازن والاعتدال في كل نواحي الحياة الاعتدال بين حقوق الجسد وأشواق الروح وبين مطالب الدين والدنيا من الخصائص للثقافة الإسلامية الواقعية وذلك لأنها تتعامل مع الحقائق الموضوعية ذات الوجود الحقيقي الثابت لا مع تصورات عقلية مجردة ولا مع مثاليات لا وجود لها في عالم الواقع ولهذا نجد الواقعية في التشريع الإسلامي فقد راعى الإسلام ظروف الناس وحياتهم واحتياجاتهم المعيشية ورفع عنهم المشقة والحرج كما راعى فطرتهم وطاقتهم فلم يكلفهم من العمل ما لا يطيقون لأن ما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا من سمات وخصائص الثقافة الإسلامية ولعلي أختم هذه الخصائص بهذه الخاصية المهمة وهي الاستمرارية والمرونة فهي ثابتة ومستمرة لأنها تقوم على العقيدة الإسلامية والعقيدة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال ومع هذا وأؤكد ومع هذا فهي مرنة لا تقف جامدة أمام الحوادث والمستجدات بل تتعامل مع القضايا الطارئة في كل عصر ومصر وبعد أيها الإخوة والأخوات فهذه لمحة يسيرة عن الثقافة الإسلامية بصفة عامة تعريفها ومصادرها وخصائصها ومن أراد الاستزادة فليراجع مقرر المدخل إلى الثقافة الإسلامية ففيه زيادة بيان وإضاح لهذه القضايا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم